السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته الآن نحن في الحوار الثالث من الوحدة السادسة عشرة من اللغة كتابة العربية بين يديك وهذه الوحدة عن الوضع الآن في الحوار الأول تكلمنا عن العيد أو العيدين في الحوار الثاني عن أفكار للرحلة الآن هنا في هذا الحوار الأستاذ يتحدث مع الطلاب فتعرفون أن الطلاب كل واحد من المنطق كل واحد من المنطق وكل واحد يتحدث مع الطلاب أو أين يتحدث عن المنطق فالآن لدينا الطالب الأول الطالب الثاني الثالث الرابع وهكذا فالأستاذ يسأل أين ستقضون عطلة الصيف يا طلاب ماذا يقول؟ أين ستقضون عطلة الصيف يا طلاب أين ستقضون عطلة الصيف يا طلاب أين ستقضون عطلة الصيف يا طلاب ماشا فالآن هو يسأل بعد ذلك واحد واحد إلى أين ستذهب أنت؟ إلى أين ستذهب أنت؟ الآن نقول مثلا ناصر هو الطالب الأول ماذا تقول يا ناصر؟ سأقضي عطلة الصيف في القرية مع الجدي المكان هناك حادي والحواء نقي ماشاء الله ناصر يريد أن يقضي عطلة الصيف في القرية لماذا القرية؟ لماذا في القرية؟ المكان هناك هادئ والحواء نقي لكن في المدينة الهواء هل هو نقي في المدينة؟ لا ماذا يكون؟ تتذكر المدينة؟ تلوث تلوث وهل في المدينة هل المكان هادئ؟ لا هناك ضوضاء تتذكر المدينة؟ نا في المدينة ضوضاء لكن في القرية الجو المكان هادئ والحواء نقي إذن ناصر يريد أن يقضي عطلة الصيف مع جده في القرية لأن الهواء نقي والمكان هادئ وأنت يا صفوان سأقضي عطلة الصيف في العاصمة مع العمي سأزود المتبات والمتاحف ماشاء الله إذن صفوان يريد أن يقضي عطلة الصيف أين؟ في القرية أو في المدينة؟ في المدينة في المدينة العاصمة العاصمة The Capital يعني ما هي عاصمة بريطانيا؟ لندن لندن عاصمة السعودية؟ الرياض الرياض باكستان؟ لاهور أو سلمبان؟ لاهور لاهور وعاصمة الهند؟ المدينة دلي 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 وعاصمة فلسطين؟ دول لا كسلم القدس نعم وعاصمة الأردن؟ عمان عمان طيب عاصمة الإمارات؟ أبو ظبي أبو ظبي أبو ظبي أبو ظبي أبو ظبي أوكي إذن صفوان يريد أن يقضي عطلة الصيف في العاصمة مثلا في لندن مع عمي لماذا؟ يعني صفوان يحب المتاحف أبو ظبي أبو ظبي سيئة سيئة ميزيوم سيئة ميزيوم مدام تيسو ما زاله؟ المكتبات دائما في العاصمة هناك الكثير من البيترات هناك الكثير من البيترات و هناك الكثير من البيترات يتحرك الكتبات لذا كانت المساعدة في المنطقة مما أن البيترات والمدار والمدار الآن الطالب الثالث محمد أين ستخذ العطلة يا محمد؟ سأقضي أترة الصيف بين الجبال مع الجبال ما شاء الله محمد يحب الجبال مثل المنطقة و هو يحب أن يكون مع المنطقة و هو يحب أن يقضي العطلة الصيف بين الجبال بين الجبال بين الجبال و أنت يا سهيل أين ستقضي العطلة؟ سأقضي الأطلة في مكة والمدينة مع أسرتي سنأتمير و سنهج و نزور المسجد النبوي ما شاء الله ما شاء الله إذن سهيل ما شاء الله هو يعني يفكر مع أسرته أن يذهبوا إلى السعودية سيذهبوا إلى سعودية هناك في السعودية سيذهبوا إلى مكة والمدينة في مكة ماذا سيفعل أولا؟ سنعتمر سنعتمر هو سيعتمر أو الأسرة ستعتمر وبعد العمرة هم سيبقون في مكة ثم بعد شهرين تقريباً ماذا سيفعلون؟ ماذا بعد العمرة؟ بعد شهرين من رمضان؟ الحج 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 فهو يعني سعيد اللي يقول سنعتمر يعني في مثلا في رمضان ثم سيبقون هناك في شوال و ذي القعدة ثم في ذي الحجة ماذا سيفعلون؟ سيحجون وبعد الحج إلى أين سيذهبون؟ إلى؟ إلى المدينة إلى المدينة ماذا سيفعلون في المدينة؟ المسجد المسجد النبوي المسجد النبوي المسجد النبوي المسجد النبوي صلى الله على محمد و على علي حسنا الآن أنت يا إدريس سا قدرد في مدينة وأكترة في مكة في بلدي سا أعد أر في بلدي سأساعد و سأساعد في مزرعة في المزرعة إذن إدريس قال سأقضي العطلة في بلدي سأساعد والدي في المزرعة سأقضي العطلة في بلدي سأساعد والدي في المزرعة هذا يعني أن إدريس والده لديه مزارع كبيرة ويريد من إدريس أن يساعده في المزرعة فإدريس يريد أن يقضي العطلة في بلده مع والده ويساعد والده في المزرعة ممتاز يا إدريس يعني والدك سيكون مسرورا لأنك ستساعده الحمد لله هل فهمنا هذا الدرس يا إخوان؟ نعم إذن الآن نقرأ الدرس إن شاء الله الحوار الثالث المدرس أين ستقضون عطلة الصيف يا طلاب؟ إلى أين ستذهب أنت؟ سأقضي عطلة الصيف في القرية مع جدي سأقضي عطلة الصيف في القرية مع جدي المكان هناك هادئ المكان هناك هادئ والهواء نقي والهواء نقي سوء الطالب الأول سأقضي عطلة الصيف في القرية مع جدي سأقضي عطلة الصيف في القرية مع جدي المكان هناك هادئ والهواء نقي المكان هناك هادئ والهواء نقي الطالب الثاني سأقضي عطلة الصيف في العاصمة مع عمي سأقضي عطلة الصيف في العاصمة مع عمي سأزور المكتبات والمتاحفة سأزور المكتبات والمتاحفة الطالب الثالث سأقضي عطلة الصيف بين الجبال مع الجوالة سأقضي عطلة الصيف بين الجبال مع الجوالة الطالب الرابع سأقضي العطلة في مكة والمدينة سأقضي عطلة في مكة والمدينة مع أسرتي سأقضي العطلة في مكة والمدينة مع أسرتي سنعتمر وسنحج ونزور المسجد النبوي سنعتمر وسنحج ونزور المسجد النبوي سنعتمر وسنحج ونزور المسجد النبوي الطالب الخامس سأقضي العطلة في بلدي سأقضي العطلة في بلدي سأساعد والدي في المزرعة سأساعد والدي في المزرعة سأسام ودرك في المزرعة عطلة سعيدة يا طلاب عطلة سعيدة يا أستاذ عطلة سعيدة يا أستاذ عطلة سعيدة يا أستاذ الآن نقرأ مرة ثانية أين ستخذون عطلة الصيف يا طلاب إلى أين ستذهب أنت؟ سأقضي عطلة الصيف في القرية مع جدي المكان هناك هادئ والهواء نقي سأقضي عطلة الصيف في العاصمة مع عمي سأزور المكتبات والمتاحة سأقضي عطلة الصيف بين الجبال مع الجوال سأقضي العطلة في مكة والمدينة مع أسرتي سنعتمر وسنحج ونزور المسجد النبوي سأقضي العطلة في بلدي سأساعد والدي في المزرعة عطلة سعيدة يا طلاب عطلة سعيدة يا أستاذ بهذا ننهي الحوار الأول والثاني والثالث وأرجو أن تحفظوا هذه الحوارات ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم سبحانك الله ومحمدك أشهر وإعليا لن استغلقوا أعطاء الله